اشتركوا في القناة 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 العصير وكده لا ده ده البنجر بتاع السكر البنجرية بتبقى كبيرة قوي كده اللي بتعمل منه السكر ده هم هناك بيزرعوه عندهم برضو الرز دوت يعني ما شاء الله بلك كويسة صراحة محافظة كويسة واللي شفتها من شوية ديت كانت المقابر بتاعتهم احنا هنا خلاص تقريبا وصلنا على الشارع بتاع ستي نقول توريكم بقى شايفين الشوارع هناك بتبقى عاملة ازاي في ايام المطرة ديت يعني احنا عندنا هنا حاليا اليومين دول مفيش مطرة وجوة كويس وجميل شايفين عندهم هم الجوة عامل ازاي ورطريتها بقى زي ما انتم شايفين كده طبعا احنا كده داخلين بقى على الشارع بتاع ستي هوريكم بقى الاستقبال بتاعهم بيبوا فرحانين بنا جدا جدا زي ما احنا اكسم بالله بنبقى فرحانين بيهم احنا بنبقى مجهازين بقى بصوا عندنا فرحة باليوم دوت من قابليها مثلا يعني اللعيان نفسهم الاطفال اللي بتروح معانا بيعودوا يجهزوا اللبس اللي هيلبسوها قبلها بيوم وهنروح مش عارفة ندي الخالطه ايه وهنجيب لي البيبي ايه احنا كده داخلين عالشارع هوات بتاع ستي شايفين الدنيا مرترطة الدنيا هناك ازاي وايه اللي بقى الهوة يا لهوي الهوة اكسم بالله انا دخلت البلكون عشان اوري لكم بس فرع الزينا دي من الهوة بتبقى عاملة زي التلفون كانوا يعملني من شدة الهوة هم هنا مستقبلينه هوات اه ده احمد ابن خالي اه جز اختي هي واخدة قريبنا يعني وست الكل اللي وقفة هناك بقى ديت اقرب لكم هنا دي ست الكل حبيبتي قلبينا كلنا دي ستي ام امي ربنا يبرك لنا فيها وخلقنا يا رب وكل السنة هي طيبة هنا بقى طلعنا عند اختي بقى فوق بصوا بقى الاكل بقى اللي اما مجاهزة اهم حاجة في الموضوع كله طبعا الرز المعمر ده حاجة خرافة ودي بسلة طبيق بسلة ما بيعملاش اللي لازم يقطعوا جواها كده قطع لحمة بس باكل صراحة طعم جميل جدا ودي الشربة بتاعة البطة هوريه لكم وده برضو رز معمر ودي مكرونة بالسلسة المغرفة مياختي روحي بقى في دهية رميتها هنا بقى مش عارفة وقعت ولا بقيت على الغطل حال لا دي خلاف حالة دي ده ده بين الفراغ بتاع الوال ده دي خلاف حالة هم هنا عشان عارفين ان احنا يعني اكلنا كله هنا معظمه رز بالشعرية فهم عملنا حالة كده وحطين تحت الغطا كيز بلاستيك كده عشان يفضل الرز بتاعنا سخن ودي صلطة بصوا بقى اهم حاجة في الموضوع بقى الكمبيلة ده ده حاجة بصوا فاخر من الاخر كده بلبن وبزبدة حاجة بصوا روعة اكتر من روعة برضو ده بصوا الزير يعني اختي عندها داخلة بيه بس ركنتهم الحمدلله في كيس وجابت الزير وهو الزير منفوت عاملين من تحت حاجة كده عشان الميا اللي بتنقط من الزير بتنقط فيها وعمل لها حنافية كده عشان هم بيشربوا الميا اللي بتنقط من الزير مش احنا بقى كنا زمان ناخدل نشرب الميا من قلب الزير من جوه لا ده هو بفلتر لهم الميا الميا اللي بتنقط منه هي دي المتفلترة بس بتبقى طعمها جميل جدا والله ودي مكرونة محمرة بص براء بتاعهم ده احنا عندنا هنا في الحوامدية والبلاد اللي حوالينا اللي هي البصدية العش بتاعنا البيت اللي هو العش اللي احنا بنغبزه العادل اللي هو العش الرحل اللي انا نزلت لكم على القناة هناك بقى ده العش بتاعهم الرؤاء بيعملوا برضو باللبن وبالسمنة بتبقى حاجة جميلة جدا وتوح فابص مهما تاكل منه ما بتزعيش منه حاجة جميلة جدا شايفين ما شاء الله حاجة فاخر من الآخر والعش بتاع الطابونة بتاعهم احنا هنا بقى كده لأ هو ده عش الطابونة بتاعهم بيعيش داخل على الشام كده بس بيبقى جميل والله وبص خير مال البلد ومال كل بيت الانسان هناك لو ابسط ما يكون في العيشة وفي الماديات لأ بتلاقي بيته مليان بالخير لان معظمه منك فلاحين وبزرعوا كل حاجة في بيوته وعندهم الطوابين هناك محدش بقى فعلى طوابين ولا حرموا لرجالة فيه كده ده بصوا كمبيلة بقى بتاع الصفرة بتاع النهاردة بتاع الطابلية بتاع ستي بقى بصوا ما بنروحش هناك لما لازم لو هنعد اكسن بالله يزبقى لازم كل يوم من ده ده غير طبعا يوم الاربع عندهم لازم بيبقى اساسي سمك لازم كله بيشو سمك بصوا هنا بقى دخلت لكم البلقونة عشان شايفين ازاينا بصوا بتعمل ازاي من كتر الضغط بتاع الهوة الهوة جديد جدا جدا يعني ده هناك قفلين البلقونات وحطينوا وراها ترابيزة كده ترابيزة على ارخامة تقيلة حطنا عشان تحجز كده الباب لان هناك ضغط فضيع يعني امراض خالي بقول لها الجو هنا وحش قوي قيت لنا بالليل نايمين في امان الله لقيت الشباك افلام لقيت وتفتح عليها مرة واحدة لا لا صراحة الجو هناك اليومين دول مش لطيف خالص ودي البيب بقى اللي احنا دبنا المشور ده كله عشان نشوفه اه هم محتارين بقى اه تقريبا محتارين بين الاسمة بقى ايلين او اه روفان واخوية كبير بقى بقول لهم سمه ميس هم محتارين بقى مارسوش على اسم بس هو بابا عايز يسمي روفان وماميطة عايزة تسمي ايلين وهو ستة هناك بتقول له بسمي الاسمة الطبيعية بتاعتنا ديت اه مسلا اسمي مسلا مالو نادا مالها اسمائها مالها امل وستة ها هي ام وباباها عايزة تسمي اسمائها و Här بقى دول السباتين اللي احنا رحنا بيهم. ده طبعا غير الفراخ والعجلة دي خدناها معينا اه لابن اختي اللي هو اخو البيب الصغيرة هو عندو اربع سنين وكان طالب عجلة خدناها معيه قلنا بقى نفرحوا بيها. وطبعا العروسة عندنا الوالدة عندنا لو ولد بيجبه له خاتم لو بنت بيجبه لها حلق. بس الحلق دلوقتي تحت مع ستها. وانا بقى دي الفراخ اول ما جينا حطناها لها في الفرزل على طول الصراحة احنا كنا مجهزينها ومقطعينها كمان مش موديناها سليمة عشان ام اللاعدة معي وام ستة كبيرة بقى ايه وعشان ما تتعبش فنقطعها لها ونجهزها لها ونحطها لها وجبات كده في كياس جهزة في الفرزل بتشد من على طوله. طبعا عشان دخل عينا رمضان وقتها تبقى والدة. ومي مش هتقدر تعمل لها. فقلنا نمسح لها النيش كده ايه? زي ما انتم شايفين مسحة ايه خفيفة كده. ونضيف مش وسخ قوي يعني. اه بس قلنا حاجات بسطة بس كده ايه? الترابة بس اللي يعني مش محتاج شاطف وغسيل وكركبة كده. هو مسحة كده بسطة. وطبعا جبنا للبيبي جبنا لها الفانوس بتاع رمضان. من هنا بقى دقت ساعة العمل جسعة الغرف بقى. شايفين ما شاء الله العظيم بيتعبوا في اليوم ده جدا. وهناك بيعملوا اكل كتير جدا والله. ويعني احنا بنقول لهم مش لازم اكل كتير جي. بس هما سبحان الله بيفرحوا بصوا بالمجيه بتاعنا. يعني بصوا اكسم بالله تعبوا في اليوم ده جدا. ده وجبات الفراخة هيت. بلفوها فورق سلفان زي ما انتم شايفين. ودي الطابلية ستة بقى بصوا اللي كل ما نروح اكسم بالله بتبقى بصوا. لو قطعة جبنة بنا كلها وحنا شفعانين وبصوا بنى مرتاح وفرحانين جدا جدا جدا. هي صراحة كل ما نروح لازم كده. بقولك يعني لو قعدنا اكسم بالله هناك اسبوع عشر تيام يوميا على الله الصفرة زي ما انتم شايفينه الطابلية بتبقى بالمنظر انتم شايفينه ده. البط والفراخ والكفتة والرز المعمر والمكرنة المحمرة والمكرنة بصوا. وهناك بقى عندهم المرأة جيمس زينا احنا ما بنهتمش بها كده ساعاته ونحطها لأ على الطابلية لأ هناك لازم يغرفوا المرأة كده في الطابلية لان المرأة بتاعتهم بتبقى طعمها جميل جدا جدا. متقبلينها بقى وهي مثلا بتاعت البط بقى انتم عارفين حاجة البلج بقى بتبقى طعمها ورحتها بصوا بتبقى كوية جدا وحلوة. وهم كمان التدبيلات اللي بيحطوها عالية مثلا يعني بيحطوا مثلا في الصنتو بيحطوا عودين كرافس في قلب المرأة بيحطوا بصلايا صغنانة حب الطماطم كده والبط نفسه بيدعوكو بيعملولو خلطة كده من الدقيق بيبسال شوية مع شوية مية مع شوية خل ولمون واضربو له طماطمتين في الخلاط برضو اللي هو ما بيغسلو فيه هنقع اللي بيغسلو فيه الحاجة التانية بتاكل الحاجة اكسم بالله ما بتشمش رحة زفرة ولا اي حاجة فيها خالص عمرك ما تنسي طعمها وحلوتها والفراغ برضو اللي هي في الوجبات دي فراغ وزارة برضو وكسيم بالله طعمها والتحفة والتدبيلة بتاعتها كانت جميلة جدا مهما تكون الحاجة بسيطة حتى لو حطيهم فيها ملح بس هناك بتبقى جميلة جدا لان مش محقونة كيمويات ولا ادوية ولا علاج لان الحاجات دمهم ربنا في البيت عندهم كلهم مش اقول لكم معظم لأ كلهم هناك لازم يربوا عندهم بدرون تحت والسطح مليان وشوء مخصصة كده بيعملوها للفراغ يعني ببصوا لازم يعني انا عندي حامات اختي اللي هي تبقى امراض خالي الحمام نفسه عملالو بدرون تحت كده اكسيم بالله بتحطوا عادي مع الفراغ البيضة وعندهم الحاجة بصوا بيبقى طعمها جميل جدا جدا حاجة البيت بقى وخير البيت بصوا زي ما بنقول كده خير زمان بقى موجود لحد اللي انا عندهم وهناك البلد بصوا اكسيم بالله بيحبوا بعض جدا يعني مسلا عندنا هنا لو واحدة عندنا هنا مسلا في الشارع تعمل كحكايتين ولا العرصتين بتدريه من جريطة يعني بتعملهم في الدرة كده حتى من اهل البيت اللي عجيم معه مثلا في بيت عيلة لا هناك انا مسلا لو عادة هناك انا هعمل مسلا جنبية جارت اسمها نادا جنبية جارت اسمها اسمها وجنبية جارت مسلا cycوبولا انا نادا هتعمل اسماء وولاء ونادة بيجو يعملو عندها يعني احنا بنساعد كلنا بعضنا تاني يوم بنروح مثلا عند ولاء تالت يوم بنروح عند اسماء لا هناك صراحة اكسيم بالله طوبة زمان وخر زمان وقرم زمان يعني كلهم بيتجمعوا يعملوا مع بعض وفي الاخر برضو بتلاقي بعد ما بيخلصوا كل واحدة بتوضي طبقة للتانية من حاجتها برضو مع ان هم عارفين ان هم عاملين وعملين معاهم فبرضو بيودوا بعضو بيودوا الحاجة لبعض كده حبابي بقى اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة اتمنى يكون عجبكم ونردكم ولو عجبكم حطوا اللايك عليه ولو ما عجبكم شكرا وقت بقى معاكم الفيديو حبابي دمتم في رعاية الله واستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في حفظ الرحمن يا حبابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته